المترجم للقناة ستشهد بعض الصحب العابرة بدون فعالية أما على وسط الصحراء إلى غاية أقصى الجنوب الأجوال ستكون مشمسة لكن مع نشاط بعض الزوابع الرملية هذه الرمال قد تتصاعد إلى غاية المرتفعات الوسطى والغربية الحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد تبقى باردة بالجلفة باتنا واتبسة حيث ستقرب أربع درجات تروح ما بين 9 إلى 11 بسواحل نفس المقياس بكافة شمال الصحراء 15 درجة بالصحراء الوسطى وترتفع إلى 21 درجة بأقصى الجنوب خلال ظهيرة الغد الحرارة قصوة تعرف بعض التراجع مقارنة بنهار اليوم 17 إلى 19 درجة منتظرة بسواحل 16 درجة بتزيوزو لن تتحدى 11 درجة بالجلفة 22 درجة بالأغواط وغردايا 18 فقط ببسكرا وورغلا 24 درجة ببشتار 26 درجة بإليزي وإناميناس وترتفع إلى 30 درجة بأدرار لتقرب 38 درجة كلما اقتربنا نحو أقصى الجنوب فيما يخص الملاحة والصيد البحري البحر سيكون مضطرب على كل سواحل رياح ضعيفة إلى معتدلة بسواحل الغربية والوسطى ضمن تيارات شرقية شمالية شرقية على سواحل شرقية الرياح ستشتد إلى غاية 50 كم في ساعة وثنين من شرقية إلى جنوبية شرقية بالنسبة لبعض حواسم شمال قارة أمريكا يحاول له صحب عابرة بموريال مع 3 درجات نفس الأجواء ستشهدها نويورك مع 15 درجة كذلك بيدالاس مع 13 درجة مشمسة على العموم بواشنطن مع 19 درجة 27 درجة بميامي وكذلك بميكسوكو وقرب 28 درجة بينما ترتفع الحرارة إلى 31 درجة بكاليفورنيا لتكون هناك بعض الأمطار نحو فونكوفير مع 13 درجة مئوية وقت شرق الشمس بحتى الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة الساديسة صباحا و48 دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن